سبيلاً لتعزيز آليات التعية والدعم لحالات العنف القائمة على النوع وكذلك تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار من أجل توفير استجابة متكاملة في هذا الموضوع تتنزل ورشة وذيب التي شهدت مشاركة كبيرة من سلطات إدارية وأمنية وصحية إضافة إلى المتدرجة لمنظمات المجتمع المدني والشركاء الوطنيين والأجانب مدير ديوان والداخل وذيب السيد محاند الشيخ المحاند الحسن ولدى إشرافه على الورشة بحضور حاكم المقاطعة أكد أهمية هذه المقاربة مشيراً إلى أن هذا المشروع الممول من طرف التعاون الإسباني والمنفذ من طرف منظمة أنقذ الأطفال ومنظمة ميديكو دولموندو جاء في الوقت المطلوب مؤكداً بأن بلوغ الأهداف المرجوة سيساهم دون شك في تحقيق الأهداف المحددة من طرف الحكومة والتي تعطي الأهمية القصوى للنساء والأطفال بدوره عمدة بلدية الواذيب المساعد أبان عن استعداد البلدية لمواكبة هذا المسار أرحب بكم باسم عمدة بلدية الواذيب وباسم مجلس بلدي وباسم الساكنة وأنا أحضر معكم على انطلاقة هذا المشروع المتعلق بأخذ الاحتياط وحماية النساء والفتيات من ظاهرات العنف والمول من طرف الوكال الإسباني للتعاون والتلمية والذي تم تطبيقه من طرف سالف شرديان ومديكو دولموندو لصالح الشريحة من ساكنة مدينة المذيبو وقد أكدت مداخلات منظمات ميديكو دولموندو الإسبانية وأنقذ الأطفال المدعومتين من التعاون الإسباني وكافة الشركة بأن هذا المشروع الذي يدوم لأكثر من سنة سيعزز دائرة الوقاية والحماية من هذه الظاهرة المشاركون تابعوا عروضا ومحاضرات من شأنها تعزيز القدرات ورسم خريطة الطريق المناسبة للتعامل مع هذه الظاهرة لقناة الموليتانية عبدالله الزبير وذيبو